السلام عليكم و مرحبا بكم فيك فوق دي زاد معاكم شهر زاد اللي رحين نديروا مادة التاريخ والوحدة تعليمية الاولى هي تطور العالم في ظل الثنائية القطبية مبين 1945 حتى 1989 الدرس الثالث هو مساعي الانفراج الدولي وهذا الجزء الثاني والاخر نبدأ المعارفات تهدرنا على مفهوم تعايش سلمي ايضا تكلمنا على الانفراج الدولي وشنه هي الدوافع التعو وما هي الظروف السائدة في هداك الوقت اليوم باذن الله حين نديروا مفهوم حركة عدم الانحياز وكيفاش طورة الاهتمامات التحاب بعد مؤتمر اللي تندير في الجزائر في سبتمبر 1973 نبدأ بمفهوم حركة عدم الانحياز في نهاية الحرب العالمية التانية انتشرت موجة من حركة التحرر في قرارة افريقيا اسيا وامريكا لاتينيا لتحصل اغلب الدول على الاستقلال التام ديالها لكن عرضت سياسة الحرب الباردة ورفضت سياسة الاستقطاب اللي كان يمارسها المعسكان تجاه هدى الدول اللي هدى ويندت الاستقلال التحاب وايضا باش ما تعودش تدخلها في صراع وحده اللي هو صراع الحرب الباردة الحل الوحيد اللي كان قدمها انه هادى الدول لازم تتكتل ولا تتضامن سياسيا واقتصاديا باش تحافت على الاستقلال ديالها ظهرت واحد الكتلة اسموها الافرو اسياوية وين اجتمعت افريقيا مع اسيا تكتلو داروا هادى المؤتمر في باندونغ عاصمة اندونيسيا تندار من 18 افريل الى غاية 24 في 1955 من بعد عقده مؤتمر واحد اخر اسموه المؤتمر الثاني صراع في بيليجراد عاصمة يوغوسلافيا في واحد سبتمبر 1961 وهو المؤتمر التأسيسي لحركة عدم الانحياز حيث هادى الحركة تأسست في عدة الظروف الاهم تحق انو الحرب الباردة كانت قائمة في اشد كباش يقولو كانت في هادى الوقت وين كانت تشعل الحرب الباردة كانت بزاف وكانت شعرة هكا يسفي مشكل صغير وربك تعاود تقوم حرب نواوية كبيرة ايضا كان سباق نحو التسلح هادى التسلح اللي حين يكتشفوه الاسلحة اللي حين يديروهم جديدة والنووية هادى وين حين يستعملوه محينش يسيوها في بلادهم يروحو لدول العالم الثالث اللي هادى ويندت الاستقلال تحينو دوسيو فيها هادى الاسلحة الكيميائية وللاسلحة النووية الوغ نتشر الوعي التحوم والتضامن في الكتلة الافرو اسيوية ايضا هاد شي نضيفوه ليه دهرت عدة شخصيات اللي كانت تطالب بسياسة عدم الانحنياز متل شكون جمال عبد الناصر جواهر نهرو وجوزيف بروستيتو شوفو حركة عدم الانحنياز بالمفهوم متاع الدرجة تانا هي حركة ما ندخلني ما ندخل في شؤون تاعك انتا عندك مشكل مع بلاد واحد اخرى اروح لها وقعدوا في طابلة وتفهموا ما بيناتكم انا علاش تدخلوا روح تدخلوني في مشاكل اهي قائمة ما بيناتكم ولا انتو ما تجيوا باش تتحكموا فيا ولا تقولوا لي يا بلا تديري كدا ولا لازم تبعيني انا ولا لازم تتعادي مع هادى الدولة الولى المعسكر الاخر نو هنيني وين هنينيك من بين المبادئ اللي قامت عليها الحركة عدم الانحنياز تركزت على عدة نقاط اول حاجة تبنينا سياسة التعايش السلمي لازم نحترم المواتق الدولية والمعاهدات اللي جات فيها اللي جات في بيان هيئة الامم المتحنة نحترم سيادة الدول والاستقلال ليتحاول استقرارها ايضا لازم نعطيه الشعوب الحق في انهم يقرروا المصير ديالهم وما لازمش ندخله في شؤون الداخلية للدول ايضا نرفضو سياسة الاستخدام القوى لحل النزاعات الدولية اوني باوب ليجي باش نحلو مشكل ندو نضربو بسلاح لا لا نقدو نحلوها بطريقة سلمية بطريقة الحوار المفاوضة نستنكروا هنا الرفض ورفض التام لسياسة التسلح وتكوين الاحلاف العسكرية وايضا التنديد بسياسة التمييز العنصري اللي كانت مبنية انهم يفضلوا جنس على جنس اخر او يفضلوا شعب على شعب اخر هذا الشي كان معروف بزا في امريكا من من اللي كان هديك المشكلة لخالق مبينتهم بين انو دائما الرجل الابيض هو متفوق على الرجل الاسود ايضا عندنا اهداف فتع الحركة هدية ظهرت باش تحقق عدة اهداف اول حاجة لازم نديروا قواعد السلم العالمي نوضعوا ارساء القواعد يعني هاد القاعدة لازم تكون عامة وقاعد دول اه تكون تعمل بها نعرضوا سياسة الاحلاف والسباق نحو التسلح ندعموا كيفح الشعوب اللي راهي تطالب الاستقلال تحها ونعاونوها باش تقرر المصير ديلها وحدها ايضا نحاربوا التمييز العنصري نعملوا من اجل التعاون الاقتصادي ونحاربوا الفقر وايضا نتنميوا سياسة التعايش السلمي وننشرها في العالم ايضا تنمية العلاقات الدولية الوديامة بين دول العالم نقاوموا الاستدمار وننصروا حركات التحررية وايضا نحاولوا ندعموا الحلول السلمية للمشاكل الدولية وبدل من المقاومة التحاوى استخدام العنف والقوة نروح دكا الى مؤتمر تنقام في الجزائر في سبتمبر 1953 هذا المؤتمر غير جميع غير بعض من الاهتمامات تحركة عدم الانحياز هو المؤتمر الرابع عرفت حركة التحرر هنايا تحول ولا تطور كبير في الاهتمامات التحاوى حيث من خلال هاد المؤتمر اضافت اهتمامات اقتصادية بالجانب السياسية اللي كانت عندها اللي كانت طالب بضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي ما لازمش ناخده استقلال سياسي بركوان الشركة التاعي تبعال عندك نو واللي كان من خلال هاد المطالب هادية نهدرو على انه لازم الشعبي يتمسك ولا لازم هو ليشرف على الموارد الطبيعية دياله نطالبوها بتعديل النظام الاقتصادي العالمي ونجعلوه يتماشى مع جميع طموحات الشعوب ايضا نتأكدو على ضرورة تحقيق التوازن ما بين اسعار المواد الاولية واسعار المواد المصنعة يعني لازم يكون ماشي انا نعطيك مادة اولية بثامن رخيص وانتا ترح تخدمها وتعود تبع حالي بمادة مصنعة تبع حالي غالية ولا تلحق تريبل ولا الكواتخ تختعل الثمن ديالها ايضا دعوة تحالي انه انفعلوا التعاون الاقتصادي ما بين هاد الدول اللي داخلها في حركة عدم الانحيز نطالبوا بضرورة الحصول الدول الجنوب على التكنولوجيا الحديثة من الدول الشمال يعني يكون تعاون بين دول الشمال ودول الجنوب هنا نكون وصلنا للخاتمة قال لك الصراع اللي درما بين المعسكر الشرقي الشيوعي والمعسكر الغربي الرأسمالي من واش على جلبه يسيطروا على العالم ويهيمنوا عليه اللي دام اكتر من اربعة عقود يعني ربعين سنة اللي انتهى بانتصار المعسكر الغربي تالولايات المتحدة واللي فرض الوجود تالع العالم وفرض سياسة جديدة اللي تسعى من خلالها باش تحقق كل اهداف والمطامع التاحة ولكن استغلت كل من المؤسسات العالمية الحكومية والغير الحكومية وعرفت هاد السياسة الجديدة باسمها القطبية الاحدية او النظام الدولي الجديد على هذا نكونو وصلنا للاخرة على فيديو وقولكم شكرا على المتابعة دايما الى كالسؤال ولا اي استفسار ما تنسوش تخلو هنا لتحت في كومنتر والسلام عليكم